اشتركوا في القناة 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 إما تحلية المياه العادمة أو تحلية المياه البحر أو الخدمة بالمياه العادمة وكذلك استغلال المياه البحر أحيانا في تنظيف الشوارع وتظهر أن هذه إجراءات يجب أن تحددها ما صار واحد لفوية عرف المياه مشكل كبير شدا وهذا سوحاتي لفوية 22 ما كان نظرنا المفاجئ أن تكون نظرة المياه في الطريقة بعدها 5 سنوات السنوات يعني جاءت شبه السنوات جاء فالإخلات واحد نظرة المياه لتهديد المودة الكبرى كمدينة الدار بيضاء نقطة أخرى هوت أيام ميزانية دي المنحة دي المقاطعة اللي بعدها يقاشين وبعدها استفاهمين وبعدها استفاهمين وبعدها استفاهمين جميع الأمور تظن أنه اليوم عدى واحد ما صار دي المنحة اللي صوته إلى ناس بإجماع صوته إلى أكثر من 24-24 واحد صوته بإجماع لهذه المنحة ومن بعد كانت واحد بقعة اللي طالب سيد العامل أن نقدر واحد صنطة دي التشغيل يعني دي الناس يفتعون شركة دي المشبهر وخدموا خدموا ناس من المنطاقة واللي بقعة خصف عدم الملتهمة سأتعرض المجلس عرضنا المجلس ونلتقيه كذلك الإجماع للمجلس شكرا لكم ندد الخطوة الغير معقولة والغير إخلاقية وغير منصفة برئيس تونس في طار التوجه ديالو حولها قضية صحراوية قضية صحراء المغربية كل يوم الصادف هو في طرق قمة قمة اليابان الأفريقية صادف رئيس جبات البونزاري اللي احنا عدنا معاش غال وخلق خرقت عميل أعراف بين الشعوب العربية إيا من ضحاء مغرب في علا تونس وعلاقة شعبين يعني بقمة ديال العلاقة الأخاوية ندربها في سفر ونددنا بهذه الدورة بهذه الأشكال ديالتعامون الابتزازي للمغرب ومحاربة المغرب لأننا غاد يبقى أفق كبيرة إلى المستقبل إن شاء الله شكرا لكم